طيب نتكلم شوية على كاس العالم كورتلياد نحن نتكلم بلح أنه كان فيه اجتماع طبعا بيتناقش فيه كل التفاصيل المتعلقة بالبطولة وقلنا أنه هيتناقش فيها كمان ملف الحضور الجماهيرية وللأسف شديد يعني طبعا للظروف أعتقد أنها فورس ماجور زي ما بيقولوا كده أو يعني غصبا عن الجميع نتيجة فيروس كورونا أنه هيتم تقرر أنه ما يحضرش الجماهير فيه بطولة كاس العالم للكورتلياد لما تجديني في كاس العالم كده يبعرفي أن أنا تاه بين الأندية وكورتلياد فكاس العالم قلت حاجة قبلها قلت حاجة قلت كلمة كده خلينا ناخد كابتن عبد عبد الوهاب عدو مجلس دار التحاد كورتلياد ونرجع لكلمة دي نشوف تفاصيلها كابتن عبد مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك على شاشة الأهلي في السادسة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك طبعا يعني أنا عارف أن بكرة إن شاء الله البروفا النهائية بقى لحفل افتتاح كاس العالم واللي هيبتدي خلاص بعد بكرة ويبتدي فيه وينطلق منتخبنا الوطني في قولة مواجهاته مع شيري نعرف من حضرتك آخر التطورات والاستعدادات لإستضافة هذا الحدث الرياضي المهم الحمد لله وشكر لله احنا كانت تحت مصر كورتلياد والنجا من أصدمة البطولة وزارة الشام ورياضة العمل على قدم وصدق الحمد لله كل الصلاة الأربعة جايزين للحادث الكبير عندنا صلاة بورج العرب عندنا صلاة 6 أكتوبر عندنا صلاة كبرى في السادسة القاهرة عندنا صلاة عاصمة إدارية جديدة دي ثلاث صلاة جديدة طبعا وده الصروح كبيرة للرياضة في مصر بإخلاف الصلاة كبيرة اللي هي بتاعة صلاة القاهرة باتخذها الشيء وده لها تستضيف الحفلة الافتتاح تمام الحفلة الافتتاح إن شاء الله يوم الأربعة إن شاء الله بيزيز الحفلة بالأول افتتاح بحيي الفنان تامر حسن وبعد حضاء كده مباراة مصر وشيري بتاعة الافتتاح الحمد لله كل اللي كانت بطولة جاهزة الحدث بدأت الفرق توصل كان فريق وصل لغاية الوقت يا كابتن عبد لغاية الوقت يا أربعة فرق وصلوا أربعة أربعة فرق وصلوا وإن شاء الله يوصل نهض وبكرة طبعا عندهم غايةهم 13 يوصلوا طبعا كده كل الفرق توصل بعض وراء وراء بعد وإن شاء الله طبعا نحن في نجم تستعبل الفرق من البطار يستعلموا الأمور قد صار بعض تستعبينهم ما فيش دهايه بتبقى الفرق الخارجة بتروح على مكان التسجم بتاعها أو ما بتروح بتعمل المسحة بتاعة كورونا وتسكن وتدلع النتيجة على طول وإن شاء الله يبقى حدث كويس جدا بس يعني احنا كماثفة طبعا احنا فقدنا مستين مهمين جدا بالنسبة للمنتخب بتاعنا كنت عايزة أسأل حضرتك فعلي فانديم يعني شايف ايه مدى تأثير عدم حضور الجماهير أكيد تأثير جامد جدا عدم وجود الجمهور ده كان هو العامرة كمواحد في رفع الروح المعنوية ومؤسفة التاريخ النهاردة احنا ما فيش جمهور علاوة من الاعدات بتاعنا المنتخل تأثر جدا احنا كنا عاملين في الأجندة بتاعنا أو في برنامج بتاعنا عشرين مباراة دولية للأسف عائدنا أربع مباراة دولية بجمهور دولية ستتشرت لهم علشان برضو موضوع كورونا لكن احنا برضو عندنا صغيرة كبيرة جدا في اللاعبتنا وفي الجهاز الفن بتاعنا عمعتنا جهاز فن على اعلى مشتوى مستر بوروندو وكافة المجدى والمان وعندنا العائدة بتاعنا من شاء الله نموذج من الخبرة والشباب يعني عندنا تلات أجياء في المنتخب جيل جيل الفين اللي هو خبطة العالم واللعب القبار اللي هم موجودين فاحنا عندنا أمد كبير جدا في المتخبرة ان هو يوصل لآخر وإحنا عودنا بهم وعودنا الشعب المصري وجمهور المصري ان كنت اليد بإذن الله ما بتخش في أي مجال أو فيه حق رئيسي بتاعنا زي كويسا وإحنا بإذن الله عمالنا كبير احنا منتخبرة يوصل لآخر بداية البطولة إن شاء الله ما فيش أي اقتراحات لبدائل عن عدم حضور الجماهير على الأقل لتأدير في مباراة منتخب مصر ما فيش عضلك الموضوع ده برض مخلي بالك ده فيه ضغط جامل إيجا على الاتحاد الدولي لأن الجامعية العيبين الأوروبيين المحترفين يعني عملوا ضغط جامل على الاتحاد الدولي إنه وفيه بعض لأيب عددت بنمشي حكي وكلام من ده لا أنا فاهم أنا فاهم الجزئة دي يا كابتن عبدو أنا بس بتكلم على إنه بما إن البطولة بتتلعب على أرضنا يعني من الوارد كان في بعض الاقتراحات اللي اسمعناها إنه من الممكن استغلال مثلا الشاشات اللي هتبقى جوه الملاعب يعني في مطشاط منتخب مصر لنقل صورة للجماهير صورة حية لجماهير بتتبع المباراة وبتشجع كان فيه اقتراحات تانية مثلا إنه يبقى فيه إحنا لو بدأنا بخمسين في المية وبعدين تهيتين في المية وبعدين عشرين في المية وبعدين ما فيش خالص آه في آخر ما فيش خالص آه بدينا اتصاد ما الصراح اتصاد ماش ناس كتير جدا آي نحاوزين يحضرهم وإشقاع المنتخب لكن اللي بقول حضاك ده الموجود لوقت حالينا إحنا لازم عشان البطولة تنجح لازم نستحمل شوية آآ لازم نقول لتنتين يا ما إحنا مصر قادر أن يتنظم بطولة عالمية كسعالم أعلى حيات قوتيات في الظلم الظلم فيانس كورونا إحنا عدنا الحمد لله الدولة كلها موسلة في كل يعني كل الناس شغالة في البطولة كل الناس عايدة بزرطة أصلاح بأعشر حاجة أكيد شايف إن شاء الله حدد لها كويسة وحنسبت العالم كله إن مصر قادر أن يتنظم أي بطولة بإذن الله بالتأكيد طواعني كابتن عبدوك شايف إزاي مشوار مصر أو منتخب مصر في البطولة وكمان المباراة اللي افتتاحية مع منتخب تشيلي يعني نحن نريد أن ناخد الأمور واحدة واحدة ناخدها خطوة خطوة يعني طبعا عندنا تشيلي في الامتتاح ودي أعضاء فرقة في المجموعة طبعا لكن ما نستهانش بيها على طبعا أنا معنا في المجموعة معنا تشيك معنا السويد معنا تشيلي يعني نبسط في التصنيف دول السويد تصنيف أول الشيك تصنيف تاني الشيك تصنيف تاني احنا بدين بالتالب سوما التاني سوما الأول يعني حتى مواطشات مصر الحمد لله متدرجة في المستوى لكن احنا ان شاء الله أملنا كبير احنا نصدر المجموعة واختبعا نصدر المجموعة يبقى حاجة كويسة هنا لأن احنا نطلع بنتهيجنا الدول التاني مع الفرن اللي معنا ان شاء الله بإذن الله كل ما بنكسى كل ما يكون أحسن طبعا كل التوفيل لأبطالنا ونجوم منتخب مصر والحقيقة يمكن الثلاثة أجيال اللي حاجة بتتكلم عليهم عندهم ثقافة البطولة وعندهم روح البطل بنشكر طبعا كابتن عبدو عبدالله هاي بعضو مجلس إدارة اتحاد كورترياد